يشكو الصائم من مشكلات صحية تؤرق يومه الرمضاني ومعظمها يرتبط بالطعام الذي يتناوله لذا فإن الجهاز الهضمي هو الأكثر تأثرا في شهر رمضان التقرير التالي يرصد مجموعة من أبرز تلك المشكلات ثم نستقبل ضيفنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه المواضيع نتحدث عن سوء الهضم وعن حرقة المعدة اليوم ليش برأيك هذه المشاكل تبرز في شهر رمضان المبارك وعند الإفطار على وجه التحديد؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافتكم وإن شاء الله نتمنى للأوقات التانية بطلع لايف معكم إن شاء الله طبعا من أكثر المشاكل الصحية اللي نشوفها بشهر رمضان ومن أكثر الأدوية اللي بيستعملها أو بيستعملها العالم بشهر رمضان هي مضادات الحموضة السبب طبعا عداد غذائية خاطئة اللي بتبلش هعدتلك شو همين في كتير ناس اللي بيدخنوا مجرد ما أدن المغرب مباشرة بيدخنوا سيجارة هيدا أسوأ شغلة وأكثر سبب للإصابة بالحرقة الحضمية والحموضة تاني شيء نحن شايف الدنيا صارت صيف وشوق فالعالم عطشاني فمجرد ما أدن المغرب بيتناولوا المشروبات الرمضانية أو العصار أو المي الباردة التناول السوائل الباردة ممكن يسبب تشنج في المعدة ويعمل سوق هذا ثالث شيء اقبالنا على الطعام بسرعة وطبعا نحن نعرف المواعد الشرقية عامرة بمالزة وطاب المقبلات واللي هي غالبا بتزين ست البيت وبتزينها وبتستعمل المقبلات المقلية وبتكتر أنواع فالإقبال بتناول بسرعة بكميات كبيرة للمقبلات واللي ممكن تكون مقلية ممكن يسبب سوق هضم وحرقة هضمية بيجي بعدها خلصنا المقبلات وطبعا نحن نشرب العصار الصير اللي هو بارد اللي هو فيه سكريات اللي هذا بزيد الارتجاع والحرقة الهضمية نجي للطبع الرئيسي وأكيد بعدها الحلويات اللي هي هي من العادات للأسف الشائعة والخاطئة إنهاء الوجبة الرئيسية بالفواكه أو الحلويات هذا من أهم أسباب الإصابة بالحرقة الهضمية خلصنا وجبة الأفطار يروح الصائم بتتمدد بتصطح التمدد وتصطيح بيزيد من مشكلة الحرقة الهضمية وخاصة إذا شرب قبله مشروف كافئين مثل أهضم اليوم الصائم هو شخص فعلا يعاني من جوع مزمن كيف اليوم بده يقسم وجباته عند الإفطار أو طريقة الأكل حتى ما يصاب بهذه الحرقة؟ كثير مهم أنه نتبع السنة النبوية شو يعني؟ يعني قد أن المغرب منكسر صيامنا على التمر وعلى معدد الحرارة أو لبان زبادي ومنروح منصلي المغرب ومنرجع هالفترة الفاصل لما نروح منصلي المغرب ومنرجع هون بيكون مستوى السكر بجسلنا تعدل فالجوع خاف عننا بالإضافة أنه المي واللبن هياخدوا حجم بمعرضنا فهيحسسون أنه بالشعور بالشبع شوي فهنرجع بعد صلاة المغرب ما حنقبل على تناول الطعام بنهم وبسرعة كبيرة وممكن طبعا من العادات اللي ما قلت أنه بمضغوا الطعام بسرعة وما بلحقوا يمضغوه جيدا هذا اللي بيزيد من مشكلة التجشة والسوء الهضم والحرق الهضم إذن اتباع السن النبوية وتأسيم وجبة الإفطار إلى ما قبل صلاة المغرب واضح الدانة حتى ما يدهمنا الوقت أريد أن أسألك عن موضوع الخمول والنعاس فعلا نحن برمضان أشخاص منكون صائمين ما عنا القدرة على لا شرب الأمور اللي بتصحي مثل الكافيين وغيرها وحتى ما في طاقة بسبب عدم وجود الأكل كيف من كافح هذه الأفة اللي هي النعاس والخمول أهم شيء بتنظيم الوجبات الطعامية يعني لازم ما نحذف وجبة السحور لأنه هي العلاقة كبيرة بالإصابة بالخمول الكثير مهم نحرص على شرب الماء بكمية كافية ومهم جدا أنه نتجنب تناول الأطعمة اللي فيها سكريات سريعة للأمتصاص اللي بتسبب خلل في مستويات السكر والأنسوني في دمنا وهذا اللي بزيد المشكلة بالخمول بالإضافة ومهم أنه ننظم ساعات نومة نعم نحن بنشكرك من دبي اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة دانا الحموي شكرا جزيلا لك والآن عودة إلى مها شكرا جزيلا لك